قال خمني يوم الأحد أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة الوباء كان غريبا لأن الولايات المتحدة نفسها تعاني نقصا في المواد الطبية أيضا داخل البلاد وأكد أن إيران لن تقبل المساعدة الأمريكية لأن إيران لا تثق بها كما دعا خمني الشعب الإيراني إلى الامتثال لتعليمات الوقاية من الأوبئة الصادرة عن وزارة الصحة هذا وفي وقت سابق ذكرت الولايات المتحدة أنها مستعدة لمساعدة إيران في مواجهة الوباء ما رفضه العديد من المسؤولين الإيرانيين بما فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وأشاره لأن العقوبات الأمريكية على إيران أذرت بصحة وحياة الإيرانيين بشكل خطير ما أدى إلى أن إيران غير قادرة على شراء الأدوية والمواد اللازمة لمكافحة الوباء وإذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا مساعدة إيران فعليها رفع العقوبات على الفور